يا مرحبا بكم أعزائي الطلبة وحياكم الله في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن زمن المضارع المستمر اليونت الأول كتاب English Grammar in News طبعة الجديدة بداية اليونت يتحدث عن زمن المضارع المستمر واستخداماته وهذه السوالف طبعا احنا لازم ناخذ القاعدة قاعدة الزمن فهنا نروح على الملزمة طبعا الملزمة موجودة بكل المكاتب بالعراق تقدرون تتواصلون ويا المكاتب موجودات بالوصف إن شاء الله موجود رابط الملزمة تضغط على الرابط وراح وديك على المكاتب اللي تبيع الملازم ويوجد توصيل إن شاء الله نجح على present continuous قاعدة الزمن هي فاعل زادا ازا وارو ام زاد فعل زادا تكمل He work at school He is working at school You work at school You are working at school طبعا هذي هي كلها تعرفونها أكيد أنتو I work at school I am working at school هذه حالة المثبت مجرد نخل إز وار وام فعل بينجي خلص أيضا حالة النفي لإز والار والام نحطوا إياها ناتو فعل بينجي وتكمله بالنسبة لحالة السؤال فراح تكون إز وار وام في بداية الجملة فاعل فعل بينجي تكمله تجيك الجملة You work at school هل أنتو تعمل في المدرسة؟ هذا بالنسبة لتركيب الزمن خلينا نأخذ إذا بعد عندنا بالمناسبة بالنسبة لكلمات اللي نستخدمهن وي الزمن فهذه كلمات أيضا موجودات now at present ذن الكلمات كلهن نستخدمهن وي زمن المضارع المستمر خلينا نرجع للكتاب I am doing I start doing it and I haven't finished it I am in the middle of doing it هاي الكليشة أنا أفضل تحفظوها يقول I start doing it أنا بديت أعمل هذا الشي I haven't finished it ما ما خلصت من عنده and I am in the middle of doing it بعدني بالوسط ده أعمل به هذا هو زمن المضارع المستمر وهذه هي الأمثلة يقول please don't smoke so much don't make so much noisy لا تسوي هو أيضا وضع I am trying to work أنا إذا أحاول أعمل I am trying يعني أنا مستمر بالحد بالعمل لحد الآن أنا ما خلصت من عنده I am in the middle of doing it أنا بوسط الفعل مالته وهذه الأمثلة أيضا الأخرى وموجودة أيضا مثلة بالملزمة ما عدنا هنا بعد شي يقول you can use present continuous with today, this week, this year اكتب لي ملاحظة يمك استخدم زمن المضارع المستمر مع الكلمات today, this week, this year اكتبوه يمكم ملاحظة إذن إذا جدتك today, this week, this year فيفضل تخلي مضارع مستمر مثال عليها you are working hard today فإذا عندي today, this year إذن طالما عندي هذه الحالات فرح نستخدم زمن المضارع المستمر وأيضا ملاحظة جدا مهمة you have to pay attention to this important not معلومة information very important information معلومات كلش مهمة يقول we use present continuous when we talk about changes نتحدث عن التغيير that has started to happen الحدث اللي بده وبيه تغيير يعني الأفعال التي تدل على التغيير دائما نستخدم إياهم زمن المضارع المستمر اللي هما getting becoming هذولا الأفعال يدلن على التغيير إذن من نشوفهم بالجملة تختار زمن المضارع المستمر مثلا تجيك بالجملة is your English أو مثلا do your English get better do your English get better هل لغتك الإنجليزية تتحسن قال لك do قال لك صحح الفعل أنت لازم تخطط يعني تصحح أو هنا هو حتى قال لك does your English get better هي شرح تجيب لك بالامتحان ويقل لك صححة تشراح تسوي رح تغير الجملة سويها مضارع مستمر السبب لأنه get تاخذ ing تستخدم تاخذ استمرارية أيضا نفس الحالة increase ممكن يقل لك the population of the word increases very fast قال لك صححة أنت تقول لك is increasing سويها مضارع مستمر لأن هذا الفعل يستخدم مع المضارع المستمر من يقدر نستخدمه ويزمن المضارع البسيط لأنه يدل على التغيير بالنسبة للملزمة أيضا هاي الأفعال وخيريكم إياها كلش أكثر بعد get وإلى آخره وإيضا عندنا استخدامات أخرى عن هذا يعني بالملزمة تقدرون تقرونها هنا عندنا أسئلة عن الوحدة الأولى السؤال أول يقل لك example of I أنطي مثال يقل لك a sentence talking about the change جملة تتحدث عن التغيير وتونطيتكم إياها من ضمن تكتب لها الجملة فهي صحيح past continuous period around now يعني present مضارع ومستمر حول الآن أيضا هي جملة مضارع ومستمر بس هو قال لك example of 5 بمعنى أنطينا مثال يعني أنطينا مثال هاي الفكرة الجديدة يمكن ما مدخلة يعني ما مرة عليكم بعدكم ما مستعبونها الفكرة أنه ينطيك شرح ويريد جملة وإنت أي جملة تكتبها فهي صحيحة يعني ويجب لك أيضا تصحيح الأخطاء وعلامتكم عليها مثل ما موجود بهذا الفكرة هذا بالنسبة لليونت الأول بالنسبة لطريقة الأسئلة وبالنسبة للي يسألون على الامتحانات عفوا على التمارين فأنا مخصص مجموعة كاملة خاصة فقط بالتمارين يعني شارح بها التمارين للطبعتين الطبعة هذه الحديثة والطبعة أيضا القديمة شوفكم بخير لا تنسوا تشتركون بالقناة